بسم الله الرحمن الرحيم بداية مجتهد ونهاية مقتصد للإمام بن رشدين الحفيد يقرأه عليكم مصطفى بن حسد بن قناو الأزهري قال رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلمه وعلوم شيخنا في دارين آمين في الجملة الثانية من كتاب الجهاد الفصل الخامس في حكم مفتتح المسلمون من الأرض عنوه واختلفوا في مفتتح المسلمون من الأرض عنوه فقال مالك لا تقسم الأرض وتكون وقفا يصرف خراجها في مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من ثبل الخير إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة فإن له أن يقسم الأرض وقال الشافعي الأراضون المفتتحة تقسم كما تقسم الغنائم يعني خمسة أقسام وقال أبو حنيفة الإمام مخير بين أن يقسمها على المسلمين أو يضرب على أهلها الكفار فيها الخراجة ويقرها بأيديهم وسبب اختلافهم ما يظن من التعارض بين آية سورة الأنفال وآية سورة الحشر وذلك أن آية الأنفال تقتضي بظاهرها أن كل ما غنم يخمس وهو قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم وقوله تعالى في آية الحشر وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ وَلِذَلِكَ لَمْ تُقَسَّمِ الْأَرْضُ قال تُخَمَّسُ الْأَرْضُ وَلَابُدُ وَلَسِيَمَا أَنَّهُ قَثَّبَتَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَسَّمَ خَيْبَرَ بَيْنَ الْغُزَاهِ قالوا فالواجب أن تقسم الأرض لعموم الكتاب وفعله عليه الصلاة والسلام الذي يجري مجرى البيان للمجمل فضلا عن العام وأما أبو حنيفة فإنما ذاب إلى التخيير بين القسمات وبين أن يقر الكفار فيها على خراج يؤدونه لأنه زعم أنه قد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر بالشطر ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم قالوا فظهر من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قسم جميعها ولكنه قسم طائفة من الأرض وترك طائفة لم يقسمها قالوا فبان بهذا أن الإمام بالخيار بين القسمات والإقرار بأيديهم وهو الذي فعل عمر رضي الله عنهم وإن أسلاموا بعد الغلبات عليهم كان مخيرا بين المن عليهم أو قسمتها على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة أعني من المن وهذا إنما يصح على رأي مرة أنه افتتحها عنوة فإن النسى اختلف في ذلك وإن كان الأصح أنه افتتحها عنوة لأنه الذي خرجه مسلم وينبغي أن تعلم أن قول من قال إن آية الفيء وآية الغنيمة محمولتان على الخيار وأن آية الفيء ناسخة لآية الغنيمة أو مخصصة لها أنه قول ضعيف جدا إلا أن يكون اسم الفيء والغنيمة يدلاني على معنى واحد فإن كان ذلك فالآياتان متعارضتان لأن آية الأنفال توجب التخميص وآية الحشر توجب القسمات دون التخميص فواجب أن تكون إحداهما ناسخة للأخرى أو يكون الإمام مخيرا بين التخميص وترك التخميص وذلك في جميع الأحكام المغنومة وذكر بعض أهل العلم أنه مذهب لبعض الناس وأظنه حكاه عن المذهب ويجب على مذهب من يريد أن يستنبط من الجمع بينهما ترك قسمة الأرض وقسمة ما عدا الأرض أن تكون كل واحدة من الآيتين مخصصة بعض ما في الأخرى أو ناسخة له حتى تكون آية الأنفال خصصة من عموم آية الحشر مع عدا الأراضين فأوجبت فيها الخمس وآية الحشر خصصة من آيات الأنفال الأرض فلم توجب فيها خمسة وهذه الدعوة لا تصح إلا بدليل مع أن الظاهرة من آية الحشر أنها تضمنت القول في نوع من الأموال مخالف الحكم للنوع الذي تضمنته آية الأنفال وذلك أن قوله تعالى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب وتنبيه على العلات التي من أجلها لم يوجب حق للجيش خاصة دون الناس والقسمة بخلاف ذلك إذ كانت تأخذ بالإيجاف الفصل السادس في قسمة الفيء وأما الفيء عند الجمهور فهو كل ما صار للمسلمين من الكفار من قبل الرعب والخوف من غير أن يوجف عليه بخيل أو رجل واختلف الناس في الجهة التي يصرف إليها فقال قوم إن الفيء لجميع المسلمين الفقير والغني وإن الإمام يعطي منه للمقاتلة وللحكام وللولاة وينفق منه في النوائب التي تنوب المسلمين كبناء القناطر وأصلاح المساجد وغير ذلك ولا خمس في شيء منه وبه قال الجمهور وهو الثابت عن أبي بكر وعمر وقال الشافعي بل فيه الخمس والخمس مقسوم على الأصناف الذين ذكروا في آيات الغنائم وهم الأصناف الذين ذكروا في الخمس بعينه من الغنيمة وإن الباقي هو مصروف إلى اجتهاد الإمام ينفق منه على نفسه وعلى عياله ومن رأه وأحسب أن قوما قالوا إن الفيء غير مخمس ولكن يقسم على الأصناف الخمسة الذين يقسم عليهم الخمس وهو أحد أقوال الشافعي فيما أحسب وسبب اختلاف من رأى أنه يقسم جميعه على الأصناف الخمسة أو هو مصروف إلى اجتهاد الإمام هو سبب اختلافهم في قسمة الخمس من الغنيمة وقد تقدم ذلك يعني أن من جعل ذكر الأصناف في الآيات تمديها على المستحقين له قال هو لهذه الأصناف المذكورين ومن فوقهم ومن جعل ذكر الأصناف تعديدا للذين يستوجبون هذا المال قال لا يتعدى به هؤلاء الأصناف أعني أنه جعله من باب الخصوص لا من باب التنبيه وأما تقميص الفيء فلم يقل به أحد قبل الشافعي وإنما حمله على هذا القول أنه رأى الفيء قد قسم في الآيات على عدد الأصناف الذين قسم عليهم الخمس فاعتقد لذلك أن فيه الخمس لأنه ظن أن هذه القسمات مختصة بالخمس وليس ذلك بظاهر بل الظاهر أن هذه القسمات تقص جميع الفيء لا جزء منه وهو الذي ذاب إليه فيما أحسب قوم وخرج مسلم عن عمر قال كانت أموال بن النظير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خالصة فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في القراء والسلاح عدة في ثبيل الله وهذا يدل على مذهب مالك الفصل السابع في الجزية والكلام المحيط بأصول هذا الفصل ينحصر في ست مسائل المسألة الأولى ممن يجوز أخذ الجزية الثانية على أي الأصناف منهم تجب الجزية الثالثة كم تجب الرابعة متى تجب ومتى تسقط الخامسة كم أصناف الجزية السادسة في ماذا يصرف مال الجزية فأما من يجوز أخذ الجزية منه فإن العلماء مجمعون على أنه يجوز أخذها من أهل الكتاب العجب ومن المجوث كما تقدم واختلفوا في أخذها ممن لا كتاب له وممن هو من أهل الكتاب من العرب بعد اتفاقهم فيما حكى بعضهم أنها لا تأخذ من قراشي كتابي وقد تقدمت هذه المسألة وأما المسألة الثانية وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم فإنهم متفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف الذكورية والبلوغ والحرية وأنها لا تجب على النساء ولا على الصبيان إذ كانت إنما هي عغض عن القتل والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد واختلفوا في أصناف من هؤلاء منها في المجنون وفي المقعد ومنها في الشيخ ومنها في أهل الصوامع ومنها في الفقير هل يتبع بها دينا متى أيثر أم لا وكل هذه مسائل اجتهادية ليس فيها توقيف شرعي وسبب اختلافهم مبني على هل يقتلون أم لا يعني هؤلاء الأصناف وأما المسألة الثالثة وهي كامل واجب فإنه مختلف في ذلك فرأى مالك أن القدر الواجب في ذلك هو ما فرضه عمر رضي الله عنه وذلك على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعون درهمة ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه وقال شافعي أقله محدود وهو دينار وأكثره غير محدود وذلك بحسب ما يصالحون عليه وقال قوم لا توقيت في ذلك وذلك مصروف إلى اجتهاد الإمام وبه قال الثوري وقال أبو حنيفة وأصحابه الجزية اثنتا عشر درهمة وأربعة وعشرون درهمة وثمانية وأربعون لا ينقص الفقير من اثنى عشر درهمة ولا يزاد الغني على ثمانية وأربعين درهمة والوسط أربعة وعشرون درهمة وقال أحمد دينار أو عدله معافر لا يزاد عليه ولا ينقص منه وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب وذلك أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حيال من ديناره أو عدله معافر وهي ثياب باليمن وثبت عن عمر أنه ضرب الجزيات على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهمة مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافات ثلاثة أيام وروي عنه أيضا أنه بعث عثمان بن حنيف فوضع الجزيات على أهل السواد ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثنين عشر فمن حمل هذه الأحاديث كلها على التخيير وتمسك في ذلك بعموم ما ينطلق عليه اسم الجزية إذ ليس في توقيت ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متفقا على صحته وإنما ورد الكتاب في ذلك عاما قال لا حد في ذلك وهو الأظهر والله أعلم ومن جمع بين حديث معاذ والثابت عن عمر قال أقله محدود ولا حد لأكثره ومن رجح أحد حديثي عمر قال إما بأربعين درهما وأربعة دنانير وإما بثمانية وأربعين درهما وأربعة وعشرين واثنين عشر على ما تقدم ومن رجح حديث معاذ لأنه مرفوع قال دينار فقط أو عد له معافر لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه وأما المسألة الرابعة وهي متى تجب الجزية فإنهم اتفقوا على أنها لا تجب إلا بعد الحول وأنه تسقط عنه إذا أسلم قبل انقضاء الحول واختلفوا إذا أسلم بعد ما يحول عليه الحول هل تأخذ منه جزية للحول الماضي بأسره أو لما مضى منه فقال قوم إذا أسلم فلا جزية عليه بعد انقضاء الحول كان إسلامه أو قبل انقضائه وبهذا القول قال الجمهور وقال الطائفة إن أسلم بعد الحول واجبت عليه الجزية وإن أسلم قبل حلول الحول لم تجب عليه وإنه متفق على أنه لا تجب عليه قبل انقضاء الحول لأن الحول شرط في وجوبها فإذا وجد الرافع لها وهو الإسلام قبل تقرر الوجوب أعني قبل وجود شرط الوجوب لم تجب وإنما اختلفوا بعد انقضاء الحول لأنها قد واجبت فمن رأى أن الإسلام يهدم هذا الواجب في الكفر كما يهدم كثيرا من الواجبات قال تسقط عنه وإن كان إسلامه بعد الحول ومن رأى أنه لا يهدم الإسلام هذا الواجب كما لا يهدم كثيرا من الحقوق المرتبة مثل الديون وغير ذلك قال لا تسقط بعد انقضاء الحول فسبب اختلافهم هو هل الإسلام يهدم الجزية الواجبة أو لا يهدمها وأما المسألة الخامسة وهي كم أصناف الجزية فإن الجزية عندهم ثلاثة أصناف جزية عنوية وهي هذه التي تكلمنا فيها أعني التي تفراد على الحربيين بعد غلبتهم وجزية صلحية وهي التي يتبرعون بها ليكفى عنهم وهذه ليس فيها توقيت لا في الواجب ولا في من يجب عليه ولا متى يجب عليه وإنما ذلك كله راجع إلى الاتفاق الواقع في ذلك بين المسلمين وأهل الصلحة إلا أن يقول قائل إنه إن كان قبول الجزية الصلحية واجبا على المسلمين فقد يجب أن يكون هاهنا قدر ما إذا أعطاه من أنفسهم الكفار وجب على المسلمين قبول ذلك منهم فيكون أقله محدود وأكثره غير محدود وأما الجزية الثالثة وهي العشرية وذلك أن جمهور العلماء على أنه ليس على أهل الذمة عشر ولا زكاة أصلا في أموالهم إلا ما روي عن طائفة منهم أنهم ضاعفوا الصدقات على نصارى بني تغلب أعني أنهم أوجبوا إعطاء ضعف ما على المسلمين من الصدقات في شيء شيء من الأشياء التي تلزم فيها المسلمين الصدقة وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري وهو فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهم وليس يحفظ عن مالك في ذلك نص فيما حكوا وقد تقدم ذلك في كتاب الزكاة واختلفوا هل يجب العشر عليهم في الأموال التي يتجرون بها إلى بلاد المسلمين بنفس التجارة أو الإذن إن كانوا حربيين أو لا تجبوا إلا بالشرط فرأى مالك وكثير من العلماء أن تجار أهل الذمة الذين لزمتهم بالإقرار في بلادهم الجزية يجب أن يؤخذ منهم مما يجلبونه من بلد إلى بلد العشر إلا ما يسوقون إلى المدينة خاصة فيؤخذوا منه فيه نصف العشر ووفقه أبو حنيفة في وجوبه بالإذن في التجارة أو بالتجارة نفسها وخالفه في القدر فقال الواجب عليهم نصف العشر ومالك لم يشترط عليهم في العشر الواجب عنده نصابا ولا حول وأما أبو حنيفة فاشترط في وجوب نصف العشر عليهم الحول والنصاب وهو نصاب المسلمين نفسه المذكور في كتاب الذكاء وقال الشافعي ليس يجب عليهم عشر أصلا ولا نصف عشر في نفس التجارة ولا في ذلك شيء محدود إلا مصطلح عليه أو اشترط فعلى هذا تكون الجزيات العشريات من نوع الجزيات الصلحية وعلى مذهب مالك وأبي حنيفة تكون جنسا ثالثا من الجزيات غير الصلحية والتي على الرقاب وسبب اختلافهم أنه لم يأتي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة يرجع إليها وإنما ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك بهم فمن رأى أن فعل عمر هذا إنما فعله بأمر كان عنده في ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب أن يكون ذلك سنتهم ومن رأى أن فعله هذا كان على وجه الشرط إذ لو كان على غير ذلك لا ذكره قال ليس ذلك بسنة لازمة لهم إلا بالشرط وحكى أبو عبيد في كتاب الأموال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا أذكر اسمه الآن أنه قيل له لما كنتم تأخذون العشرة من مشرك العرب فقال لأنه كانوا يأخذون من العشرة إذا دخلنا إليهم قال الشفعي وأقل ما يجب أن يشارط عليه هو ما فرضه عمر رضي الله عنه وإن شورط على أكثر فحسن قال وحكم الحربي إذا دخل بأمان حكم الذمي وأما المسألة السادسة وهي في ماذا تصرف الجزية فإنهم اتفقوا على أنها مشتركة لمصالح المسلمين من غير تحديد كالحال في الفي عندما رأى أنه مصوف إلى اجتهاد الإمام حتى لقد رأى كثير من الناس أن أسمى الفي إنما ينطلق على الجزية في آية الفي وإذا كان الأمر هكذا فالأموال الإسلامية ثلاثة أصناف صدقة وفيء وغنمة وهذا القدر كاف في تحصيل قواعد هذا الكتاب والله الموفق للصواب وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تم هذا المقطع من قراءة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام بن رشد الحفيد قرأه عليكم مصطفى بن حسن بن القناة الأزهري جزاكم الله خيرا على حسن استماع وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال اشتركوا في القناة